اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من كل ربوع الوطن والصوت لحن شجن من كل ربوع الوطن والصوت لحن شجن رسالة نادينا نداكي لبهاينا بالعزم يطينا ندت ايدينا بالعزم يطينا ندت ايدينا وعايا الخير صعينا من كل ربوع الوطن والصوت لحن شجن من كل ربوع الوطن والصوت لحن شجن رسالة نادينا نداكي لبهاينا رسالة نادينا رسالة نادينا نداكي لبهاينا اخلاص للمعبود وصلاح في الوجود اخلاص للمعبود وصلاح في الوجود الخير يا عم يسود لتسعد مراسينا الخير يا عم يسود لتسعد مراسينا بالعزم يطينا ندت ايدينا بالعزم يطينا ندت ايدينا اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام سيحسن بخير سيحبيب كدير حوال بخير الله يبرك فيك الله أحد سيحسن مش هتعود دو الحمد لله الله يكرمك سيحسن بخير الله يشكره برك الله فيك الحمد لله اشتركوا في القناة السلام عليكم السيحسن مرحبا برك الله وفك برحنا على المباشر شاء الله على الصحة مرحبا كنت اشكال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معنا في أولى حلقات برنامج الأسبوعي برنامج مواكبة هذا البرنامج هو من تنظيم جمعية الرسالة للتربية والتخييم فرع الحي محمدي جهات البيضاء برنامج مواكبة هو برنامج إن شاء الله نتمنى أنه يلتزموا به أسبوعيا مع ذيوف وإخوان نعرفهم في تخصصتهم سنتناول فيه عدة مواضع يعني في عدة مجالات أول مجال هو التربية مجال بالتفوق الدراسي مجالات ديال التغذية والعلاقة ديالها بالمراجعة بالتذكر لغير ذلك من الأمور وأول ضيف إن شاء الله اللي غيكون معنا في هذا البرنامج هو مدرب ديالنا والقدس ديالنا الكبير سيحاسن أسوكا الحمد لله تلمدنا علي الدف 2016 اللي في نصباك اللي في نصباك فأولى فأولى الورشات بعنوان الاستعداد الأساري للامتحانات هذا موضوع اللي هو موضوع الساعة وموضوع اللي بزاف ديال الأسار كيتساءلوا كيفاش غادنا نوجدهم على الوليدات ديالنا وفيكن واحد حين بزاف ديال القلاق وديال التوطف هذه الفترة ديال توجد ديال الامتحانات إن شاء الله نعطوكم نبدأ على الساحة سنسوكا وال مدرب ديالنا لهذا الورش إن شاء الله الساحة سنسوكا هو كوتش هو مدرب وكذلك مؤلف له أربعة كتب فنذكرها إن شاء الله مؤسس منهجية بي بي سي سي لإعداد الكوتش الممارس المتقدم في الكوتشين سكولير أو الكوتشين دراسي ممارس في تقنية التعلم السريع كذلك خبير في تخطيط الاستراتيجي من منهجية الديسيا من المحاد البلجيكي إيفياس عنده مؤلفات كتيرة نذكره منها واحدة الربعة اللي هما عندهم خير كبير وموجودين في السوق الخطوات الدكية نحو التفوق الدراسي كذلك أكسيجين طالب وفوبيا المدرسة والمؤلف الرابع هو اكتشف التفوق الدراسي بداخلي إن شاء الله سنبحر اليوم في هذا المجال هو مجال التفوق الدراسي مجال واسع جدا واخترنا كموضوع اللي هنبدو إن شاء الله هو موضوع يعني الاستعداد وعندما نتكلم عن استعداد يعني كتكون فيه واحد مجموعة ديال ديال إجراءات اللي خص الأمهات والآباء والأسرة بصفة عامة أنها تتخذها بعي الاعتبار وإن شاء الله نعطي الكلمة سيحاسان على أساس أننا نغنيو النقاش في بعض الأسئلة يعني كما كتعرفو ده بال الأسر يعني هاجيش الواحيد عندهم ده بال هو القلق الطر كيفش غيروز ولداتي كيفش غن تعاملنا مع هاد الفترة يعني غن تعرفوا مع سيحاسان على بعض الحويجات اللي ممكن أنه يهبطلين هاد القلق وكذلك منشكيشي هاد القلق اللي هو يعني قولنا منتشر بزر في السيرته في الفترة دية الامتحانات وكيفش إن شاء الله نتعرفو ونشوفو معاه بعض النصائح وبعض يعني الإجراءات كيفش نتعاملو مع الامتحان في وقت الامتحان قبل الامتحان ووقت الامتحان وكذلك بعد الامتحان إن شاء الله مرحبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سكران سيحاسي الحبيب شكرا للحضور الكريم هو فعلا هذا موضوع اللي اللي شيق جدا جدا وتيرهق الاباء ومم تيرهق حتى التلام ذو الطلبة والطالبات نحن أول حاجة الأخ سماعيل اللي نتكلمه عليها ما هما هذي الأسباب دي القلق في هذا الامتحان منين تنقولوا يعني قلق كون عليك نخص نشوفهم ذاك المنظور اللي هو إيجابي ركين يتمام يعني رابع ما غدش ما شيت نقول لك أنا آآ ما تعانيش حتى متوتور أو قلق في الامتحان خاصة في الفترة دي الامتحان هذي يعني بإنه رادك التلميذ ولا ديك الأسرة را عندها اهتمام كتير بالنتيجة دوقست نشوف القلق بحل واحد مؤشير بحل بحل واحد لي قوي اللي تتأكد لي بإنه را مصمم على الناجح رغم أن لي مقلق رغم أن نحن نسمع الناجح وكي مجموعة دي الاسباب اللي غادي نشوفها لكل ما هي تكون كي مجموعة قلق شخصي كي عائلي كي مدراسي كي اجتماعي وكي نحن نركز على أكتر على القلق الشخصي والعائلي والاجتماعي ومدراسي بحل نحن في لفن ديال 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 السنة اللي كي نال الأشياء ولكن السؤال اللي نطرحو اشنا هو الدور ديال الأسرة ككل الأسرة في التحضير للنفسي لهذه الأبناء ذيالنا حيث احنا ربع المرات كي تنقول احنا الأسرة تتحول ذلك البيت بحل واحد تكن عسكارية بحل واحد لقش لا ماذا المفهم لهذا كل أم احنا تنقول الأباء كام لهم ولكن تتلقى سبحان الله الأم عندها قلق أكثر وأكثر إضافة نعم وتتشوف نجاح الأبناء رأوا بالدرجة الأولى نجاح الأم ولا نجاح الأسرة كاملة فعلا نشوف هذا ولكي احنا اللي من تكون ذاك زيادة على الخوف ديال الأبناء الأبناء ديالنا هو يكون ذاك الرسوب ولي يكون ذاك الفشل ولي يكون ذاك السقوط وهنا تتحس الأسرة 12 سنة 11 سنة باكريا ما نجاح بواحد المستوى لتنقول النقطة احنا هذه العقلية خاصة تلشي شوية في النقاط حيث كين شي حوج خاص نركز مركز حنا تنقول على النقطة رأي كين شي ما رأي فلي ذات نرى سبحان الله وحنا تنشو بقين مقال من لعن الهاجيس ديال نقطة ولكن المنظوم نخدم وحنا سنشوف الأشياء كامل كذلك احنا الأمر هي الأم والآباء لا تميز بالنجاح الابن والنجاح ديالهم لا تميز بالقدرة الابن والقدرات ديالهم بعد المرة تنكلف ذاك الابن ديالنا فقدرة فوق القياس بعد المرة تنقارن ذاك الابن ديالنا برابور الوليدة والأبناء ديال اللي تيكونو اكتر واكتر واكتر. من الاسبب ديال القلق كينو واحد القلق شخصي. تانا سمعوه قلق شخصي. انما يل القلق احنا ما بناش ندخلوه ذاك القلق اللي هو موزمين. هاداك هتيو اللي صافي. دخل الفلافاز ديال ديال مرض. انت يكون ذاك القلق يو واحد خفيف ما عندناش اشكال. هو اه مصادر القلق شخصية هو ذاك الابن. ولا ذاك التلميذ. منين احنا ما 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 تنعطيوش واحد المكتسبة ملموحة العائلي. او المي اجتماعي. على حسب الخبرات بانو الامتحان عبارة على واحد واحد الاستفتاد. اللي تندلو باقيس ديال القدرات ديالك. عوتي هادا هادا خلق سخصي بانو ما عندنش واحد الخبرات. وعندو خبرات سلبية منذ الطفولة. ما ما مهياش. احنا تنقولوهم دي ما نخصا تكونو هادا لي فورماسيون. تنقولوهم للأسف. اش حام ساعة. اذا ما نسولك السيسماعي. اش حام ساعة قريبا. لابن قولو احنا. ايه تقريبا. ايه تقريبا. ايه تقريبا. ايه تقري التقرق في النار. ايش حالت تقرأ في الأسبوع تقريبا تقريبا خمس يام. خمس 20 ساعة. خمسة وعشين ساعة نضلق فيها في الشهر. تقريبا نجات مائتين ساعة. مائتين ساعة نقولو. احنا تقريبا. تطريبا تقريبا. تقريبا 80 ساعة في العام. احنا نقردو. يسانة واحدة يسانة واحدة. يلا تقابلكamo بباركور سكواله دياله كامل. تها you, تそんな nostalgia. يزئت لا تقريبا احنا تقريبا. لابن قربو الشوطر. هدا horse ni قفلناها، نحن كأبا والأمهات حتى قفلنا هذه الأبن بنا قفلناه، أعطينها، ولو هي ساعة واحدة، وقعدنا يقول يجب تعرف الأدوات كيف تراجع التعرف الأدوات كيف تقرأ، أي تعرف الأدوات تعلم كيف يتعلم أجي تعرف الأدوات كيف ينادي للمعلومة، كيف تعرف الأدوات كيف تنضم الوقت لديك تعرف مجموعة غداية الأشياء، لا تنقفضها في التعلم الولد، فنحنا نرد نبركوليا بالدعم cima نحن لاحظنا بأنه الدعم الدراسي. هو الدعم الدراسي مزيان. عندما يكون عنده واحد تغارات في واحد المادة المواد مزيان. وكلها بقامت كامل. هذه هي الصعوبة. هناك للناس يقولون يا سيف دي الدعم الدراسي. وكثلت شهر وشهرين تلت شهر. عندما تقبض المادة كما هي وتعرف القواعد ديالها الأساسية. كل العلاقين يجب أن تكمل معنا. لأنه مشهور شخصي يرى ولتيبا. حيث حنا ما ترطب تجده بالنتيجة. حنا كيف يعقل واحد تكونته. ولا ما شاء الله مهنديس ولا إطار زي ما تبارك الله عليه في ميدان في الميادين. ولكن للأسف تلقى حتى حتى في الناحية الشخصية دياله عنده عدم تقاف النفس. حتى في إلقائه على الخطاب أمام ديال الموطفين دياله ومسخدمين دياله ما ما تستطعش. حتى بحتي تيخوذ إقارة صحيح ما تستطع. دكتور نرجع للمهارة الحياة تتنقون بإنها مهمة في نجاح ديال حيات ديال ذاك الشخص. حتى في الحياة وهي تزوجيه مع الأبناء دياله وتنقى مشاكل. دونك هادو من المصادر عنده خبرات سلبية منذ الطفولة. كي المصادر اللي تتكون تياش خصية كذلك في الامتحانات بإنه تيكون مرتبط بوحد العقوبة. سواء ما دياله معنويا من قبل إما الأسرة وحتى بعض المدرسين تيكونوا. عدم اتقام القدرات دياله تتكون. دونك دونك عدم اتقام القدرات دياله. جاءنا نتكلمه هنا كين برماجة منذ الطفولة كين. نحن حويج. نحن نطلب الوليدات بشي حويجة. وكذلك البرماجة لم يشاركيش في الوليدات. مشاركة في المجتمع كامل. مشاركة في فهم الإعلام. مشاركة في التلفازة. مشاركة في الإنترنت. مجموعة هذه الأشياء. ولكن نحن حتى كان ذاك الأبا كامل مع اليوم ذاك الضغط. على الأقل نعطي واحد الحيث ذاك ذاك الإبن. لا فهم شيئ. نجيب الناس اللي فهمين. نتشاور مع الناس. نتشاور مع الناس. نتاشر معنا. ما يقولنا. بحل ده بانت سماعيل دير ده باد البرنامج. برنامج قيم جدا جدا. ونتمنا ويدخلوا الناس. وقاعي لمستطعوش الناس. وما تتوفقوش باش يدخلوه. سوف يرون ذاك شيء في الفيسبوك من بعد. المشاكل التي تأتي كثيرة وكثيرة هي القلق العائلية. مصادر القلق العائلية. وماذا يكونوا أهل ذاك التلميذ. عندهم واحد عناية مفرطة. أثناء العمل الدراسي. لذلك هنا. نحن نقوله أنا باش نقفر. فرط. ماشي نميلي الجانب العقلي بوحده. هنا جانب الصحي. هنا جانب الاجتماعي. هنا جانب ديني. هنا جانب الجسادي. نقوله الناس هو الصحي. هنا جانب التواصل. هنا جموعة هذه الأشياء. أنا نخدمها عن النقطة. وتتكون واحد عناية مفرطة. اتجاه النتيجة. تكون واحد عناية مفترطة. في الامتحانة والتوقع. اللي تبالغوا في ذاك الأشياء. لتدفوق القدرات ذاك الإبن الذاتية. أو ذاك التاليف الذاتية. هنا في نقلنا. رأي هنا. 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 كان فرق كبير بالأمل ذاك الوالدين. والأمل ذاك الوالد دينا. والحرص الزائد على تلميت. تهمتي بع المرات ما يخرج بالبيت. ما يجو عنده صحابه ما يجو. ولكن لك هذا الإبن بأنه عنده واحد دكا اجتماعي. اللي تيبغي. هو ما تيعطيش الإنتاجية. في العمل دياله وفي المذاكرة دياله. حتى تيكون أصدقاء. إما إذا كرتنا. وإذا كرت المجموعات. المجموعة ديال التلاميذ كي ما قلتك. تيكون يعني أكتيف في المجموعة. آه. تيكون أكتيف بلوس. إذا كان بوحده. لدينا النوع الوالدين ما تعرفون. ثم يفرضون علي بحل إقامة جبرية في المنزل. ما يجو صحاب تلفزمتنا. هذا العظر المنزلي. آه. إذا كنت أقول حالة إقامة جبرية في المنزل. بحل الصافي ما تخطير. معنا نحن الحجر الصحي. حجر الصحي. ثم هذه الحالة السيسماعيل. هذه الأهمية. الأباء ما عارفين شي عادي. هناك إن كانت تلقرأ بوحده. وما تلقرأ في تنائي. إما بنت مع صاحبتها صديق مع صديق كلنا يجب أن يقرروا في مجموعات وعندما نحن الوليدات المتحدة علمون هذه الأشياء يجب أن يقرأ بموسيقى يجب أن يخرج ويقرأ ويقرأ ويغفر ليه ما يلجوا في الدار في مجموعات هذه الأشياء كذلك هي تتهيئة النفسية لا يوجد في الدار ثانيا عندنا مصادر القلق هو المقارنة عن الوليدين في النتائج والتنمييز بين الوليدات الأسر بين ابنات والوليدات والمقربون من حتى العائلة ندخله في هذه الأشياء. هنا أنا تنصح الأباء لا يحاولون أن يحاولون البيت المعز كار الطوارئ تنقوله. خاصة من الذين يقتربوا امتحانات ونحن ما يريد أن يبدأ. هذه الأشياء كانت مصادر شخصية. كانت مصادر القلق العائلية. لا ندخله في المصادر المدرسية وندخله في مصادر الاجتماعية. مصادر القلق الاجتماعية. هذا التنافس هو كل واحد عنده طاقة خاصة. ونحن رأتي بلك واحد الإبن ديالي يرى داخل مسكين البيت ديالي ولا عنده بيت ولا عنده واحد المكان في المنزل مخصص ولا في البيت تيقرأ فيه. وتيبك تيقرار بها خمسة تسوي. ولكن هاد الإبن ديالي رأى عنده واحد الفطرة التي يكون فعل أوج ديال الطاقة ديالي يقدر يقرره ساعتين بحل لقرستة تسوي. ما تعرفاش الإبن. قبضها الإبن ديالك وسوله. ما تعرفاش أيام ما مشي إيه بالكب. ما مشي بش حمسة عقريت. وشانا كين شي إنتاج كين شي سعاب كين شي سيد كارب نيت على حقوق وطرقه. وكين تركيز بالأهم وش كين تركيز. حنا ما تعرفوش هاد الأشياء. لذلك هنا المصادر الخلق الاجتماعية هو واحد الإبن يكون غادي مزيان. شي شوية تكون عنده واحد الصحبة اللي مشي إيه هذه. اللي هما ديجا عنده واحد إحساس واحد شعور بالإحباط وفترة الإمتحانات. هما بحلتي تدوزوا ليه. تدوزوا ليه الكوت. هذا هو سنان شوية نخذه الحضار هو مشي كل شي. كذلك عاوثاني قد نحن كانت توقع نين تيامة القرية. تيجي واحد يومي ثلاثين يومي ثلاثين يومي يعرفت انت علي تحطت هذه الأسئلة التي تتحطتها. تنمشي. وحنا غاش عدوك الأسئلة زعمة. ماكي عاوثاني قد يجي هادو تنبؤ من المحتويات الامتحان والفوصول والضروف. هذك أسيحاس أن هذه النقطة هذي تزيد عاوثاني كتوتر. تزيد توتر أكتر. نعم. أرى دمشي حويجت على حسب جلبك وكنا عارفين هو. أرى ممكن يشي حويج لي. أرى حاوثاني ابن أدم يحاول خلية واحد واحد المفرادة وكلمة سلبية دخلها من الدولين ونخرجها من الدولين. ما تحاولش خلية تلعب لأفكارك. وحنا تقول ما تدخل ديك الفكرة. وتدخلها الرأس. أرى اوتو مازيك مو. ما شي يوقع عليك. أرى تتتتولد لك شعور ومشعور تتتولد لك سلوك اللي هو ما تتقشمه. تتمنى بعد الأشياء. عاوثان تنكررنا بديك. وماش نحن نصنع ثقاب اللي هو بعد ناجحين. هنزح في صفحة واحدة وأنا اجاب خمانطاش ومقابلهش لأميدسين واحدة وأنا اجاب صفحة واحدة وأنا ايضا سبعتاش ومقابلهش في إيكول ديسان جينيور واحدة وأنا نحيد رح كأن الناس عندهم دكتورة وراءه معا طي العمل. هاد الأفكار نحيدهم. بش محيدتان هاد الأفكار نحيدهم. رح كون واحدة. لذلك هذه الأشياء تسمونا بها المواقف الإنهيزمية بعدين ما ندير بيوه ما ندير بيوه ماذا حدث معنا في القاعدة؟ باقي كان شيء إخوان يدخلوه وكان متتابعين كل شيء يدخلوه وكل شيء يدخلوه وكل شيء يدخلوه وكل شيء يدخلوه وكل شيء ضعيفة أنا دبا كانت بارتاجيو اليوم الرابط ديال فيسبوك اللي هو مباشر مزيلا مزيلا لكن أنه يدخل يستفد إن شاء الله بابت الأسئلة ندخلوه لك استيسماعيل وشوفت الإخوان إن شاء الله أنا متبع إن شاء الله مرحبا حسنا حسنا أغلب السؤال يقول لك كيف نتغلب على القلاق والتوتر أو الخوف من المتحان ورا ما كيش نتغلب ما كيش نتغلب ما كيش بحل لعبة إحنا ورح للكوم بادي البوكس حسنا كيفاش نقلله من الحيدة ديال التأثير على القلاق والتوتر وكي قلت لكم أنا القلاق فازويني ما يكونش ذاك القلاق المفرد انتي وليمرت وكي لا يوجد قلاق يعني عندك اهتمام بالنتيجة عندك اهتمام بالانتحان وحتى أولدك لك عندهم دقتر عادي حيث هو راكين واحد مجهود وطاركه مدير سنوات يستيبهوا بيناف ذاك الوليين حيث حتى تحيبنا نشوفه بلدنا بخير وعلى خير دونك هنا أرى معظم أرى كل شي تزنى من هذه الأشياء ودرجو حتى الآن تكون قاعد لك شي حاجة الآن تكون عند قاعد دورات يكون ذاك شوية القلاق والتوتر تقول على الأقل نعطي نتيجة الناس يخرجوا وبعد ذاك وشيء طابعي استحاسا لأنه يكون ذاك التوتر قبل من قبل من أي حدث يعني يمكن ذاك التوتر لعني الإنسان مشي لا يوجد هاتيمة نعم نحن نجحت بحال ما نجحت أدني ولكن لا عندما يكون ذاك التوتر القلاق والتوتر قليلا يجب أن تأتي عني لكي نعمل يجب أن تأتي عني لكي ندير ونحن علينا أن نقولون إلا خليتي أغلب عليك هذا هو السبب لدينا وصعوبة تسترجع المعلومات ونحن نرى الدماغ لدينا نرى بحالة ندير السبور نرى المجموعة اللي معنا هنا تديروا شيء سبور إذا تتلعب بكورة القاعدة ونطلع بنام إلا بتي تقرأ على العكس خسك الدلاغ ولاكساسيون ندير سترخاء لدينا الدماغ وخسك الدل واحد عمل يديرت النفوس وترتاح وبحالة تصفت رسائل الدماغ ديك بأنه سميتك عازي سميتك حسن سميتك خديجة سميتك نوفل سميتك سعاد أي اسم تترجع راسك وتتخاطب سمع السيخة لي دراكسني لأن هذا برغة تراجع سندي واحد ساعتين اللي بتنراجع مثلا المط اللي بتنراجع الفيزيك ولا الفلسافة ولا شيء حاجات سنصفي الدهن ديالي وتنتقل وحنا غادي نشوفوا شيء وجد ذوك حنا ممكن لناشي حنا الشيء اللي بقادنا دابا اللي بنا نتكلموا علي نتكلموا علي هاد القلق اللي نهي ونفسنا ندخل الانتحان خلصا دابا مع الأجواء اللي كيناديا كورونا أخصني مشي بكري مايكونش دك تجمع مدرسة مدرسة في إعلانت كنت تتحل البكري أنا دابا مدرسة السبعة تحلوه باش مايخلي وجدوك تجمعات ندير لحطيات ديالي اللي تيقول يا وليدي نمشي بواحد أول حاجة نعس مزيان أخصني فطر مزيان نخرج فطر مزيان مايكترش دك الفطوري اللي وقالو اللي كل شي فوكي اللي لنا فيها دياليكوز فيها سكرية اللي فاصل مو تبغيها الدماغ اللي نقدر نقصنا ثلاثة السوعة في الانتحان أنا ما سهلاش أنا عندي ساعة 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 سبعة ثلاثة ستوعة ثلاثة السوعة دوك هاد الأشياء احنا نقولو إلا خليتي القلق تزاد على حدو بحال دك الشكل حيث هو هش نقولو حنا دك دك اللات غيرانين دوك الورمول تدك سلتا وتلعبو لك دور إيجابي وسلبي إلا تملكت نفسك وقتين وتزيد الأمام إلا عاو تاني خليتي رأى بحل 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 تسافتك ديسكوز ناري ناري هاد الشي طويت ناري السؤال هو صعيب ناري السؤال تاني صعيب صافيتي توطر تتشلل الدماغ خسك باش تكونسنترا ما هي يوم الونا دك شي لاش حديد داخلي يا سي حسن حديد داخليته هو عنده تأتي الكبير انه يرفع المعلويات اه 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 دوك هناش نقولو علش حنا اصلا نقولو التنين دخول الامتحان سولا جا دعي ربنا بأنه باش يتبتك حي ترى امتحان هاداك وتكالمه خود واحد السوفل وورا كين دعاء كين تدعاء ديال والدنات يدعو معك صباح وشية فيقي الناسين في صلاته اه تاني حاجة ومطبع بلح تكون موجد احنا باش نقولو يدعوه صافي دقائق عشان تتقرع المسائل تتبدأ بسؤال السهل علش اصلا تنبدأ بسؤال السهل حي تضايج على اي طالب واي تلميذرة داخل تطر هي تنبدأ بسؤال السهل تنجو تنبدأ تتسولاجة تنبدأ نحس بواحد شوية الراحة تبقى تقلل هرمونات ديال الضغط تتقلق 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 وتنستمر في المجال ديالي دونك احنا بنتي قولوه تكون قرار البسيط هرم زيان عمتين عكس عليك سلبا او نيجاتيف على الادات ذيك في قاعد امتيحان اما لا خليتك لقائق تتزاد وتتنتبه الاصديقات يكتبون تتشوية تكتب واذا تكتب ركز على ورقتك انت 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 سلحتك بحال لانتك انت واحد البارير هنا بحال لك الشكل ديال العودة باش تنركز على الطريق باش ما نتشوش لي باش ما نقلبش العربة باش ما نقلبش الدماغ ديالي بدن فوم تنقولها واركز على ما صار ديالك وسيكون ان شاء الله يكون توفق هاد هاد علاش لانه باش ما تسلحتي نقوله احنا بوحد ثقة بالنفس والاجتعداد بنا ندوزنا هاد الامتيحان ونحصل على انت اجتعدادك ونعليقين ربيعتي وفقك راماته ومتابع الحن ترى درتي اي جات كنشي سوال او لا نكملو اسي اسمي او 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 هذا قال ووت قولك او אيدتي كيفاش نقله لنا من هاد المستوي من هاد النبو ديال penalty كيفاش نقله منهم وانت او استاذ ان teaching قبل ما تمشي الامتحان قلس ما تلليل قلش بد شي ورقة بيضاء بد ورقة بيضاء وقلس باش نقول قبل ما تدخل الامتحان بالليلة اليوم ولا محدد بدسالي غدا عندك امتحان منين سنة عودتين غدا عندك امتحان حنا دا بانتكلموا عن هذا الشي في القاعة الامتحان وما بعد الامتحان مهم من تهوما دو احنا تنجوه كل ما هذا الخلق اللي تكون عندها الوصال وحتى لشي ام اب تي سمعونا حتى هذه الاشياء حنا باش نعرف ان باش نوضع عراسي واحد مجموعة دي الاسئلة اللي تقدر تساعدني باش شوية متقليل دي الهاد هاد التوتور دي الامتحان خستين عرف نجاوب عليها نعطيكم بالاسئلة اللي وجدهو انا طبعا الحام السؤال الاول غدا اشنو هان مشي ندوز اشن اي المادة اللولة اللي عندي المادة الدراسية اللي تنولها في الامتحان اللي خستين ساعدتلي ها نكون ساعدتلي ها باش ملقاش مشان عندي نهار تاني عندي القد لقد انا تنفكر في نهار تنفكر في الغدا المادة اللولة هاد النسبة هاد الامتحان اش حال عندي يتنقط على باش ركز على اكتر هادو هادو اسئلة بديية تنجروه اشن اول وقت اللي عا نصغرقه في هاد الامتحان دونك هنالا كنتي فالبريباراسيون كنتي تدير بحال بحال تتبريباري بحال لانك في القاعة وتدقستن تتلات سواع ولا في هاد المادة الساعتين لشي حاجة كون وانا علي يقين راه يأتي الدماغ ديلك دوك الاشياء هاي يأتيهم كين سؤال الاخر اشنا هما الاسئلة بطبط تلتي تحطوه بزاف واش متلا واش ختمتوا عديت ولا اسئلة مقالية وصح خطاء ولا نخرج تمرين واش مهم هذا الشي مطع بالحل لكن تعترض لانا ما ديش مليمتي حن سابقة باش متا تخدم شي حويجة راه سبحان الله سبحانه وتعالى تيقول لك انا باش ماشي حاجة دخلتها الراسك وخدمت لها دخلتها في حال سيميلاسيو راه دار دار قبل ما تتولي طلعة متى من فين قلسين حنا راه تتحطو لها واحد البلون ماشي وخدك تصميم راه مشي يده وكنت نحطو واحد البلون قبل ما اندوك اي مصمر علاش حيت لم راه تتش ام بلون راه مدان عاود ونشرق ورقة مدان عاود ونشرق ورقة دوك تنهي انا الدماغ ديلي حيث الدماغ باش ما هي اتو وخليتو مركز وركز تعل هدفوه كون علي يقين راه 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 تنسترجع المعلومات لانك انت بدلت يمجهد راه بلتتي مجهد ورى عندك هم راه عندك عندك هم ؟ فالقالة قنيثة عندك هم باش تنجح وحنا بغينك ماشية نجح بغينك تفوق ونجح تبحياتك سؤال الاخولين غادي تتير عشان غادي تتير معايا اللقاعة امتيحان حاجة ربت خلقية مشاكين حاجة من خلقية مشاكين من تدهش من مركز على المشاكين لذلك لا يريد أن تركز على الإنتحاب هذه هي نصيحة وأنتي ستيلواتي وخاصة عندما نحن في هذه الفترة سترى الإشارة لفازة لا تفازل ستيلوات لدي كلينيكس لدي إمكانية لدي إمكانية لدي التعقيم إحطيات مزيان سترى سترى أنتما هما جيال للغرض إن شاء الله وأنتما اللي يريد أن تقفوا ما زالت البلاحة لا يوجد شيء واحد أي أب وأمتي يريد أن يكون مزيان بغينا أولاد الشعبي يكون مزيان وبغينا نكون حنا الحمد لله فوق مزياني فإحنا لدينا أولاد ناس صغر وتنتمنوا الأمور تمشي مزيان ولكن أبيكم هاتمشي رأى الشباب رأى هما هما تنقولوا هو ذك الديزل هو ذك الموتور ديال البلاد لا تمشي وش غالطة هذا الشباب هما الموتور ديال البلاد لذلك إحنا أوليداتي اللي يريد عليكم بنياتي اللي يريد عليكم نحاول نترولاكسها ندعي ربي نترولاكسها إن شاء الله هذا الجيد اللي يدرتي رأى تلقاه إنما نركز مزيان نحن لا ندعي في استعدادة المتحان حيث اللي يستعد رأى استعد مع هذا الناس أخرين نحن بغيناهم منشحوا إلا كانت الدورة استدراكية أو شي حاجة هذيك استعادة لتكون آخر نحن ندعي استعدادة في آخر هذا الأسبوع رأى الناس رأى استعدوا حيث كان أسبوع الأسبوع الأخير نحن كتنقول لا يمكن لك أنت تجعل كل شيء و تتدل حشو هذا الدماغ بالليلة و تحتفى كل شيء معلومات نحن لا تدمر نحن نعطيك هذا واحد القادية تقولها لنا للطلبة تقولها و تبنيت في الصباح يكتر تفتر شوف أتقول ماماك ولا أتقول الوليدة سوف الولدة أضعني الفطر أضعني الغضاء أضعي كاسكروت و أضعي العشابة لكلهم و مدساة إلى كريتيكة أتحس رأى عن نفس الشيء رأى أعطيني معلومات إرتاح و نصحك من المادة الخرانية اللي مثلا هز قريسي ها درسي واحد مراجعة استطلب حال درسي بحال درسي بحال جولة استطاع على الياب واحد لليكوبتير إذا تشوف شنو كين ها 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 سفي أحبس و ناس متى استيليفون متى سبورتابل حطراء الأفكار الأخيرة اللي تبقوا في القراءة الأخيرة بالليل رأي يلت تتبقى بحطوطاء أفتكت بأخ هادو هادو تجارب اللي علميه دروا من الناس تحلى بكل ما هو إيجابي إن شاء الله أنا أستطيع أنا أقدر أنا هادو تحلى بهم ولكن تكون مستعد ماش نقولك ما مستعدوا تديراد الشي رماندوش حنا في الخيات ماش نكونوا نعم نحن نكونوا واقع عقيل وتوكل على الله اه أعقيل وتوكل تقول إنه جاة عيام تدعي ولكن رب تقولك أعقيلها وتوكل عقيل وتوكل عقيل وتوكل اه نحن نقوله ربي الليلة يمكنك بتيتتقنوا واحد العمل اللي خصو مراحل بتيتتقنوا في الليلة واحدة اللي خصو سنة ومشموعة المواد المتراك ما تقنوا رمكينة باش حنا حيث حنا حيث حنا تتلقنا وقعت شي حاجة وعندنا استدراكية حنا للأسف تلقنا بشي طلبة مساكن تعطوهم الاستدراكية وتي عودة شنو تدير تعود يقرأ لهم مما شي تقرأ التغارات اللي عندو هادو حيث ما عندوش أدوات حنا ان شاء الله إلى سالة الدورة الأولى نديرو شي حاجة أخرى حا دوك طلبة تلك كي قدري داك الأمور ديرو حنا تقول هاد الريام اه خصه راجعت راجعت يقدر انتحانا تستمعين اه نعم انا حيث كل دوز دره اليوم وهنا دوزو الأحرى الأحرى دوزو نصائح قبل الامتحان مهمة مهمة جدا حيث انا نقول لي قبل الامتحان وخير الامتحان ومبعد الامتحان فانه راح انتع ما رايش ندعو راح والاشتراس راح استعدتي راح درستي المواد بشكل كامل اخذتي واحد القسط الراحة دي الخوض نعسم زيان اليوم خصتك نعسم زيان كل ما تاكلش ذاك المكلة اللي ما تتهضمش تريعا حاول كل صالات شي دي سيد الوالدين تكونوا في هذه المرحلة لكي ما تكون الوضعية تيهي اذا كل جو دي الماكلة الوالدين خصتها تكون شي حاجة خفيفة ما تنعطيه وشترون سباكيتي وشي حوجات لانتا تكون صعبة في الهضم لغا تليم يمشي ما تركز اكتر باش ما كانوا كانوا فواكيه كان دي سالات كان شي حاجة تتكون اللي مفيدة انت اكتر لدات وتيستبدأ منها الدماغ في اسرع وقت ما ما تطلب ليش واحد ستتويع سبع سبع ستويع باش تهضم ونوت سبع عاطين فترشي فترمشي هو هذا وتيبقى خوصا في معارض الصدابة اللي كيم في جميع المدن تقريبا النوت نمارس واحد الحركة تنشحن تنقول هالتليم دات تنقول ينقبض هاد 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 لديك اقبض هاد لديك ودير واحد بني اسم ميو جابرين وبدأت نزل وطلع بدأت نزل وطلع هادي ما تحقرش هاد الحركة را تتنشط بين الشكل ايمن وشكل ايسا تطاعتك تتدهيئ الدماغ اا ما تحاولش ترجع في اللحظات الاخيرة كل شي تشوف عشنو هنا وتشوف رغدية تشوف فمدي اا ما تنخرش للمتيحن بلا ما فطرتي انا عن نصحك ما تخرش للمتيحن بلا ما فطرتي لان ايش بيوقع عليك را تمشيلت ما تحس بدوخة هتوصل وحد العشرة وناس شي حاجة تتحس بدوخة تاني حاجة ما تغلقش بزاف ما تشرب السوائل بزاف حيث كل المرأة تقول خصني المرحة حشكو هادي خد هات الخادية معك فهمتي بش تركز اكتر اا خد معك قرعات الماليتات خدو خد معك شكولاتة خد معك ذاك الشير مسبوح بي فهمتي انهو باكش نحاول باش مما دمنا الحيمية ديالنا ديال الاكل متوازنة كون علي يقين اشرب الماء اللي يكفي قد دي معك الماء حيث انا شربت الماء بزاف حيث الماء او تاني سوحان لا تيقل التوطور هاتي تجربة كانوا ناروك قدرت انا في الكتاب بانهو كان بعض المدارس هي اوف الممرات بعض المياه تلامد المسائل سوحان لا تيقل التوطور باش ما اشربت الماء حيث حنا دماغ ديالنا راتي عنف واحد وسبعين تمانين في المياه ديال موض السائلة وهذه الموض السائلة راتي كيكينا وكينا واحد جربة كان درها مصر ويموته واحد الياباني اللي كانوا يجح قبض هير قبض قبض جوش قرعات ديال الماء وكتفوه بكلمة سليبية وكلمة ايجابية وحطهم في الفريقو وتجمدو وسبح الله مني جاشة في الميكروسكوب القريك الكريستال باللورات دياللي فيها كلمة ايجابية رائعة وكلمة اخرى اللي سليبية القاوم ماشي في غاية الجمال ذوك لهذا اي ميساج واي رسالة تتوججها الدماغ حاول تتوججها كل ما هو ايجابي انت رأى ما احسن كل ما كان حرص اسمح لي السيحاتك كل ما حرصنا على الكلمات اللي كان نخطبه بيوم بغديننا راك تقول لك وحنا طلح دوالشي شوف يده بصاد يقوله شي واحد قال لك شي كلمة جرحتك باش تحس نفس الشي قول كلمة طيبة النفسك احنا الماء را تقوم بتنشيط العقل وتقلل التوتر ولا تشتك الانتباه واجه الامتحان بانك ابتقة تمة واعتبره بحل فرصة باش تعرض اشنو عندك ذلك الدكيرة باش تحط اشنو عندك وانا ديما نقول الابا الله يزيزكم باخير ما نحولوش البيت بحل شي قشلات الاسكر خوصا في ايام السعدات الامتحانات والنتجة ما تحكمش على ابنك بالنتجة نحاولو نتجة درجة دو هنقو بالعكس درجة دو قولي تبارك الله عليك هدا خطاب هدا بانترقوه لا اسمع الفكر نفليه الخطاب اللي تيكون من داخل الخارج ماشي من الخارج الداخل باش باش نفهمو بعض الاشياء اما الى دخلت الامتحان ارا اطخ شوص ارا الامتحان متندخل انا فعلا مستعد ارا ديت المسائل ديالي كاملة تنخدم ديت السلواتي ديت الاشياء ديت ما ديالي ديت كنيك زلي ديت ديال التعقيم ديالي ديت الكمامة ديالي هالشي بحق هاد الوضعية اللي كينا حاليا احنا تنخوضوا لاحتياطات بعض الاشياء النصائح خلال الامتحان تختلف على قبل الامتحان نترق نيشي حاجة لان اول حاجة تكون واحد القلسة اللي صحيحة ومستقيبة اللي تتخلي العقل الجسد ديالي اخدامي بنفس الطريقة لماذا هي لا قلس ديك القلسة ديالها رجاليك حتى عملية تنفس الناس في علوم الأعصر لا تصليش الوكسجين تطرمه كامل دماغي وحتى اللي يتنفخوا المسائل تومات يكونوا مضغوطين باش ما قلس القلسة اللي بزيانة وقاس وتنجو لا تتعطيني حتى القلسة سبحان الله لا تتعطيني واحد تقاف النفس وسبحان الله باش ما اه تقول لك اعطاب لا دخلت القاعة هذي نصحة اه لا دخلت القاعة هذي نصحة اعطاب ركيد دخل قبل ما دخل القسم ديالك السيناريو ديال الفيلم ديالك ونحن غاد ندولها التمنيف للنخص ديال السيناريو تجيتي دخلتي ارحبو بيك مبابتي مدراسة دخلتي اه وصلتي بديك دك التعقيم قل بتاع القاعة قلستي قلت على راقمك شوف دك شي في الخيال ديالك شوفوا قلستي حتى توراقاتك درتي الاذكار ديالك توكلت على الله طلع الفوك دعاء شوف دير بحل عندك نقطة حمرات ما يلتل شوف ده تخليك ديمة انا باش نخليك راسكي عاري باش باش ما تنزلوش حيث لا نزلتي انا حتى عملي التنفسي تتأثر انا ما تنشعرش بها هادو اشياء اللي هي بسيطة وكنت تعطي واحد النتجة اللي زوينا نحاول نشوف ديالي اجويبة ونقرر ورقة كاملها وبواحد السرعة مادش نبقى النركز تنضيع نسعرنا في الورقة نستقدم الوقت الامتاع بحنا بالدققة الى لقيت سؤال صعب ننتقل سؤال اخر ما ننصعرش وباش ما نقلبت مع السؤال سهل احنا عاشقين اسؤال سهل باش يقللي اذاك التوتر اللي يدخل بيه هنا بنتخلاق ومن ثم تنقل للك توطور التدزاز التعقف النفس التعزز وتولي تكسل المموار حيث هنا نحن نعرف كم معلومات وكيف تنزل دماغ التاديات؟ هذا دماغ التاديات وتسمي دماغ الشعور، الدماغ الكيميائي، الدماغ الإحساس، الدماغ ديال دكرة طويلة المدى هذا هو الذي يبدأ لنصل الفق ولكن هذا يجب أن تنزل لنا مخلوع وتنحس برأس بحلة ما ممنش لذلك دماغ الزوحي بحلة ممنين لنا تنرتاح وتنخل بحلة داخل البيتي وتنخل دير شي حاجة بإنه وراء ندير شي حاجة اللي هتنفعني وغاد دين الأذاء ديالي اللي نجاوب على الأسئلة سواء السهلة أو الصعبة وبتوفيق ذلك هذو أشياء باش نعزز منتقى من نفسي نبدأ بالأسئلة السهلة ونقلل حتى التوتر هذو أشياء اللي تنقوله إلا كان آآ هنا كان هنا دي واحد اللي كانت قناة أبو عكتب خاصة معاكم كان بعد المرة أنت تباغر لك في الدين كل شي تيجيك صعب كان ولا لا أسمعي كان نعم قاعد تمني تيجيك صعب هنا شي قلوق برأة ديال ديال تشوف أشكت خلوق يباليك لك شي ما شي هو هذو كلي اللي قرأتي واذا كان يبدأ ويجدوك الأفكار كان يبدأ آآ هنا ما شنو تيقول لك هنا واحد اللي كنت قريطة عند واحد آآ اللي كاتبع اللي تيخدمه فاشيديل تربيه الإمتحان السعداد تيقول لك ودي وأنت تقرأ الإمتحان وقال أسئلة قمتني بليك صعب تيقول لك اختار واحد سؤال من الأسئلة وبدا تتكتب يبدأ تتكتب كتب فرقات الوسع حتى تبدا تكتب قال لك بحل تتصولاجة قال لك وراء شيئا فشيئا تكترى تبدا ترجع لك لشنو تنسى انت تتكتب يبدأ يليك السؤال تمامتي اختار ملازين وبدأ الكتابة تتكتب 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 صبح الله بحال لا تترجع الأسئلة تطلق علش حي التوتر علش وما تقول هشي دك التوتر ولم تيخليك جديم جموع هذه الأشياء وخام بيان بريباري خام بيان بريباري عاوتنا كي الناس اللي تنقولوا حنا تيكون عندو تتلقى تي قرام زيان تيجيب الميام زيانين ولكن تي قرام بمتيحان تتزاد ليه القلق تيزيد زاد هاداك حنا تيخدم علش حوي جاس اما الابا تيخدمه ذاك الابن دياله فوق تاقطو باش يجيب واحد النقطة تنفوسي على الاخر اللي حدا اما ذاك تلميه لذي تلميه ما بغاش شي واحد اللي تيقرره معاه تكون هو البرميار غيج دوك هنا هادا تيكون توطر اللي تيكون ماشي بحلقة العقل أخر ديال المتحاد هادا تيخصو بانه انا اخصدين تقفل امكانيات ديالي مشي علاجه دي مشينا نحطم راقام ولا بجي نحطم راقورد ولا اتشي عاجر هادا اشياء تنوقعهم حنا كاباء فاخطأ هنا ديما تنقول لك فوص المتحان الى بارلك تلميه دات والطلبة الاخرين تيكتبوا ولا تيسلموا الاوراق ديالهم تيكتبوا تتخل عن طبقي قاع مبديتي هانتا تتوطر ساوب ولا تيسلموا اوراقهم أراك اللي يسلموا اوراقهم قاع مسالة وكاللين ديك اللي قاديحة تحنا تنقولوا انا سلمت عندي امتحان فيه ثلاثة ساعة ونص سلمت ورقتي را ما يعطوك ش زائز الاسريتين تلول اما يعطوك ش الكاز تقولوا كوي سريتين تلول بشوية عليك راجع لانك دخلت انتبوا على الفترة اللي كينتوطر 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 وكينتواج ومنين انتسالي عاود راجع الى ذوك را كون عليك انتلقى شحان حاجة قدرتي كنتي غلطي فيها شحان حاجة بتنساليك شحان حاجة نسيتها دوك كون نصحك بادي هسيدي حتى دول سلاتة سوية ونصل الموريقاتي انا خاطري لانا را ما حد الوقتي بقلال وانتعطي طاح عليك الوحي تنقول ليها دوك هنا را تنقول ليك دي ما دير فرسك هيد بيتحت وقت كلها نقول وشي يعطي لعزيتو ما دورك وشي يعطوني شي زائزة ولا يدوروا معايا وشي حاجة طبع وما كيش دورك وقسرت الول دوك هذي هذي الأشياء قصنا نخدوهم بعين الاعتبال را مهم 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 مقنس اسماعيل المشكلة اللي كينة اللي كينة هو اللي تنسالي امتحان خرج من الامتحان هدا مشكلة تنقع فيه حنا تنقع فيه تنقول ليك تنبدو تنقارنة باش جوتي عشنو درتي كيف اشدرتي لهذي عشن احا الله ما جوت فيها الله خلط الله يلع جوت فيها دوك كيف ما تكون الاشياء را انت اصلا وخا تكون جاوبتي انت تركز على ذاك الشي اللي بغيت على شاش يوقع عليك يا را جوجل كلتا الحالتين را ماشي هذيك تقول لك تجنب المقارنة قليك من العادة ما تقانش الاجابات ديك والاجابات الاصدقاء ديك ما تقانش على شاش نقوله باريك زومبل را قلت الله إلا كل شي جاوبت علي باباتي بايشي ستاس بايشي ستاس بايشي ستاس دائمين جيبها توقي الشي يوقع عليك عندك مادة أدبية تطلاشة وهذه راسي دينتا راها تماما جاوبتي وانو وركز على ديك باش ندخل فيها النوقات وما جاوبت تفاديو وركز على ديك باش ندخل فيها النوقات ندير بي انو سريت هذيك نحطا صافي ما خصناش تنقول وحنا بعد المفهم أريد اعريك ان يرى ما يضعون أكثر عن ش skeletons اذا تمشي منطقة الك Whats ours يارضا هذا pays و aquele فقط ما نغيرين ما تريد هذا هو żeby اخبر б atg و告on الúngines يجيب 18 لانه اصي Language يوجد فيه فيدك بيقير لك الماضي سوى يجاوبت يسوى ما يجاوبت يش احنا احسنا بغنك تجاوب ولكن انسى ذاك شي يركز على المستقبل هذا شي يركز تنقوله احنا ركز على ذاك شي بتركز عليه اللي بجيك ديك الوريخة واستعد له واستعد على تاني النهار التاني للمتيحان هادو اشياء اللي اللي تيد دارو كان شي سؤال سي هنا واحد سؤال والا حين في سير مرحبه تقول بانا فالفترة ديال يعني ديالكم في نمو وي فقط القدرة على التركيز والحفظ لدرجة اني بديت كنحفظ باش كان بديت كننسى يالله بداش كنحفظ والدماغ دياله انه مكيستوعبش كد يقولي ان دماغي لا يستطيع ان يستوعب الكتير وشكرا لكم بعض النصائحة هي طالبة جميعية وي ادابي علمي عشنو ديرا علومي الإنسانية ديرا مات فيزيك ما عفنا شنو ديرا لا ما ذكرتش لا يعني بفضل في إطار يعني كتقول بانا الان متوترة تركيز عندها مشكل ديال التركيز ويسترجع المعلومة نعم هو استادة اونيفو حدث من أسرار النجاح أي واحد ما تقوم بان نجاح الدراسي النجاح هي التركيز بين واحد العمل تركيز فيه نحن كان عندنا بما يسمى واحد القاعدة تسميه 2055 كما أنت إذاً الآن في قاعدة 25 الآن الذي يفعل معرفة camps تيجب درسics أنا أخذ أين يفعل هو 25-25 ولك permite تخشر بذلك وكذلك المت مثلا عندما أني ساعتين يتقرأ لساعتين المتدى من المبودة كما أكراد الإنترى لأن الآن سأخبرك حسب ما قرأت وحسب دراسة الأخرى يقول لك اه واحد لاب يخصون واخي يكون يكون عنده التركيز مزيان قليك تيركز تلتاش لطقيخة تلتاش لطقيخة التي يكون عنده ديال التركيز ذوك احنا بويسك باش تركيش ركي عندي مشتيتات خارجية ومشتيتات داخلية مشتيتات الخارجية لكي يصدد راتي اطرع ليه مثلا نركيج اكتر لكي يتضوضة وصداع في الدار وصداع شاعي راتي يتركز عليه مثلا لكي يتلذى شعلة ولا هدي شعلهم تقول لكي يكين تي بيقرأ بموسيقى ويكين كانت موسيقى هديئة راكو مهم تتخنف واحد الحالة النفسية لي ديال موجة الدماغ اللي تنوصل شي حاجة بزيانة ذوك نجيو القاعدة ديها عشرين خمسة خمسة بيت نقرأ ساعتين واش نقرأ ساعتين متتابعة ولا نقرأ نخد فترة طراحة ذوك هنا انا من الاحسن على شحيتي الدماغ خصو فترة طراحة ماتنا بتنقرأ ساعة ساعة بتنقرأ ندير عشرين خمسة دقائق نسترع فيها وخمسة دقائق حراجع فيها عشرين دقيقة وكن ديك عشرين دقيقة را تنحيد كل ما هو مشتيتة خارجية وتنستعد وتنخاطب نفسي تنقول الاسم ما عرفش الاسم يا كما اسمتها غزلين لا لا اسمتها نوار عدواء نوار 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 هذي بقادي في فيسبوك نوار تنقول نوار قلسي مع راسك دبرا عندك ساعتين اتراجع المادة كذا وكذا وكذا نحيد كل ما هو مشتيتة خارجية عشرين دقيقة ديالكنسنتراسيون تنحط نتكونسنترا تنخود عمالي تنفس نحن نوار لبسلوك شجي لدماغي نرتاح نحط ميها حدايا نحط عاصم نحط شعجة كيف تنقي كل ما قمت بتنمسائل نحط شعجة اللي تدخلين مصورا جي وننقلس 25 دقيقة لا تنحوه ولا تليفون حط تليفون مكبع اقضي تليفون حدايا ومرة متنقرر مرة متنشوفه ومرة متنحوه ولا مرة متندخل ومرة متنحوه متنحوه اللانترنت لا حداك استطيع التركيز إلا جاكي مستاش عاودي 20 دقيقة من الأول ومتى تسالي 20 دقيقة استهدت 5 دقيقة هزيت تليفون شوفي شوفي شي عاجب تلفازات طليب البانك وطليب نابوس وخمسة دقيقة أخرى نديرها كاستي دكار نزورها خلو نشوفها شنه بقليبها الدماغ سألت نبدأ 20 دقيقة عاودي ثانية وعاودي ثانية خمسة دقيقة راحة وخمسة دقيقة مراجعة نبدأ 20 دقيقة تنولي تنولي شنو خدمت 4 خدمت 24 دقيقة 20 دقيقة 20 دقيقة استرحت 20 ثانية وراجت 20 ثانية وهذه تتعطي نتيجة أكثر كانت عندك القدرة أكثر ديرين تساعة ديرها ولكن نصحك هنا 20 دقيقة تتعطي نفعول ديرها رأي 20 دقيقة هتتبالي قليلة ما قليلة شما تكون تركيز سيكون جاد أكثر رغمي ما تكون تركيز وخد قريت 4 سواء وجربها قريت ساعة بالتركيز وشوف تحسي بالتاعب إلا قريت 3 سواء أو 4 سواء بدون تركيز تركيز وهو إلا ما كانش عاوتيني الفاهم مرتبط ذاك شلتات قريت كوني علي قيمة مرصخ في الدماغ رواعي بحل واحد الخيمة لما نفطاريت مشيتوا تخيموا ولا تديروا كشفية وطلبتي من الأخوات ذاك قلتي ليهم فلا انتوما هومات المسيمرات قدوا الخيمة وضربوا يضربوا واحدة جاءت واحد الرياح وش ديك الخيمة تبقى بلاستة تقلعها ولكن إلا جيت ضربت وفهمت كيف تنديل الخيمة وتنضرب وتنضرب وتفع الموضوع وليتكون مخالفة الرياح باش ميجيش رياح في وجهنا وطيرنا الخيمة ولا تقطع الخيمة نضيكون علي قيمة الخيمة موارد تحيد ونقولوا قايا رياح جدا قوي وحيدات الخيمة وش يتحيدو دوك المسامر ميت تحيدوش ونقولوا قايا حيدنا دوك المسامر تبقى الأثر دي الحفرة اللي هو الأثر ديال ذاكرة ذاك اللي بخالي لك في معلومات وباش ما تعلمتي بموتعة ومهيئة في كلاش اصلا لنتنقرة ديك المادة جاوبي مع رسل اس اصلا لنتنفعني ديك المادة ايا اول حاجة باش نفعني هو نختبر فيها سنجي فاموين باش نتفوق نطلع للسنة الاخرى الموالية دونك حنا باش ما تتتحت مستقبل قدام عينك مشرق وتتحت هذه الأشياء كون عليك لا تتتفوقي شي سؤال اخر سي اسماعيل السنين عبد الفتاح كي قول بأنه ماذا يمكن فعله من طرف الوالدين مع تلميذ لا يريد الاعداد ويقول انه متمكن ولا خوف عليه والأب متفائل والأم قلقة ندير الكرتي يستد في الأول بل أب متفائل الأم سكينتي يكون عندها أكثر على دونك حنا كين هو يقدر يكون حالة يقدر يكون الوالدين يدفع عرف الشيدي ولكن حنا ديما نطلبهم للأبا يوعيه أكثر بنفسه باش تلميه يختار واحد الاختيار يختاره بكل ثيقة احنا نرجع للكوتشي فمتيك يكون بأنه يرفع لي درجة الوعي هذا المتيح أنا ودي أتي بغير التركيز ما شاء الله لك حنا تقيقين فيك الأسلوب اللي يوجه ليه ميوجهش يحاول يبعده انت ديما تتعرف وانت عاكرة كون تم دونت شوف الناس قاعد ثيقة يبعدوا على الأسلوب خاصة عندما تستعمل الفتاح اللي قاد نجيه ليه أول خيطة ما نقول نقسم مع أوليدي نبسه حاطين كويس القيوة ولا كويساتي وانت ندرد شو أوليدي كيدا المستعد مزيان اللي يرضى إليك احنا شوف الناس قاعدين فيك احنا اللي بغينك بغينك تمشي بواحد 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 تنقول النفسية اللي رائعة وتركز أكثر في الانتحان ديك إلا خصتك شي حاجة في المستطع دينا نديره هاليك احنا نكاركين معاك نديره معاك إن شاء الله بغيننا نفرحه تماماك بغيننا نفرحه خط بغيننا نفرحه بك احنا هادي في حالة ولكن لك هتعندو ديك اتقاذ زي ذو بإني أنا فهم كل شي هذي تتوقع الوليدات تيكون ذاك ذاك هذي هذي تتكون عندك يكون عندهم ذاك فرط فرط الحركة شوية تيكون عندهم الجانب تيكون عندهم الجانب تيكون عنده شوية فرط الحركة هو أخص الوالد يطلب منه يقرس ويركس وينتابه لكي أنت مستعد ويقدر هذا ينسى حتى الأدوات ديك ما ينسى يقدر ينسى حتى الأكرت ديك هذي تتكلمتي أستاذ ملا قبل من الامتيحان أنه من الحويجات الأساسيين التي يخصص مرد اليوم للتلميذ والطالب وهذه اللوازم الأساسيين اللوازم الأساسيين البطاقات ديك 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 اللي كاينة يمشي سنواجي سنواجي حتى النفسية تقول راكي اللي تدخل مدراسة تدخل ديك تبالي الصفاق وكانت تقول مارزو جنوكي وراء عادي نحن رتنوفروا ديك ديك وخاتتشوف شورطة وقفة ما حيث تبعدو دك الإزعاج اللي تجي من الشباب الأخرى اللي تكونوا في مدراسة أو شيء حاجة تبعدو دك الإزعاج ومنين الانتحان تبدأ تدخل مدراسة سيكوريتي باش تشي حاجة ما تشوي دكت لامت ونطلبو حتى من الناس اللي اللي تكونوا في الحراسة أو حتى الناس اللي تي يسهروا على هذه الامتحانات يكون واحد الخطاب اللي هو إيجابي دكت لامت فوصل الأقسام وده بالحمد لله الناس روعاء وكين جمعيات راتيحفزوه وتهيئوهم وقتا يجيبوهم قاع عن كوتش وتقوم لي ذاتي ان شاء الله ويدير معهم قاعد دعاء رأى واحد النفسية تتولي رابحل واحد الموتيفاسون تتولي سبحان الله تتولي تنتبق أكثر هات قدرة تتشوف ذلك ذلك الأشياء أنا شتوب تتحس بواحد بواحد الانيرجي ذلك هات الأشياء نطلب ومس يفتح يحاول وجه واحد الخطاب اللي هو بنتيق فيه كل شي فيه ولكن تتوجه له خطاب غير مباشر واتقل أولدي وصف أولدي يوصف الله الله يرضى عليك لا يدر لك رأى تما بحل تتعطي ديمستر شاوتي تحمل مسؤولية أكثر نحن موجود هنا أستاذ سيحة سيحة نرجع الأمر اللي ذكرتين قبل ديال الحديث والخطاب الداخلي من الداخل الخارج نحاول أن تكلموا عليه شوية وي وي هذا هو الخطاب اللي اللي مهم دبادة كنا توقع الوالدين بزاف تيجي مثلا عنده واحد اللي يكونوا الوالدين مهم على حسب القدرات ديالهم توجد لي خطاب ماذا تقول ما اولدي؟ نحن نقيLab نحن نطلبك نسوعت نحن نудьي لك نحن نقلسك نحن نسوعت نحن نقل Suk ممنزد طبعке لأ من الدخ show لدينا لدينا 했던 standards تحطم هنا فاتج بادي رجل وتلحه. ولكن سبحان الله مني تكون الخطاب من داخل الخارج يعني بحالة نخطف ليه هنا كل ما هو جانب عاطفي وشعوري. نقول ليه شفا وليدي. احنا ما شاء الله عليك. ان شاء الله غادي تدوزها بسلام. وغادي تفوق. انت را تفوقتي في سنوات. احنا نبيت لول من الاشياء اللي ما كنت تعرفت قبل تستيله. وليس تتقفضه. تتكسب الحرف. تتجمل حرف. تتقرأ عربي فرنسي. وليس تتفهم الحساب. ودوك الاشياء اللي يدرتي تيقين فيك. احنا را معك بجنبك أنا ومامك. الاستطاعة دينا. وحنا ندعوه معك. وان شاء الله ربي يوفقك. وغادي تدوز ان شاء الله هذا المستوى. وغادي تتوفق وتمشي الأعلى 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 الأعلى. طوك هنا كي تحسب الولد. احنا تحسب حال واحد. واحد لي برد كو وغادي تتوفق. راملين تنكلفوا ولدنا. فوق طاقته. وفوق الأمال دياله. وتوجيه دياله. من حقك توجيه ولدك. ولكن وجوب داك شيء اللي يبغى. لان لو وجهتي ولدك. انت كابرة عندك تومو. وحنا تتحق في الأحلام ديالك. اياه. ولكن داك لإبن الله كبر. وخدم. وبيخيرو على خيرو. ولا تبارك الله. إطار. عالي. وبتو بحق أعلى. وفين بحقهم. ولا دوم. وتنبقوا غادينا هذا الكورة. هذا هذا وطف. هذا وطف. هذا ما نسمى التفكير. آآ� طي. لين يا. لا خلي. را. ارى الوقات. ارى الوضع التبتل. ارى الوضع التبتل. ارى الوضع التبتل. أرى ما بقى. لانه سبحان الله. احنا نسويه من الابائ ديالنا. فسبحنا يمشي. العمل دياله. وتنهار تنين مع الصباح. تيسال يسر سيب تحد يقول بيخير اليوم امشي للعمال. امزل لنخدام بيخير. هذه تنهار تنين الخدمة. لانه حيث. قدر بخمسة وتمانين في المئة. ولا مع ار تسعين في المئة. خدامي العمل اللي مبغيش تكون عنده حتى ذلك القلق طول حياة ذلك العمل تسنين تدير تقعد نسبة ولا يدير تقعد ويتنم ذلك العمل ذلك عيش به ولكن من يكون فوحد العمل تيبغي ومن يكون ذلك فوحد المادة تيبغيها ولا شي حاجة اراك كون علي قين تكون مو سنتي رابح اللي تيلعب قادي العمل هو وطي ضحك جيم العمل وتيب واخي يختم حتى في الخاص تلك انت ازمات تقلم معاً وهذه الأشياء للي غسنا نتابع لهم انا كاقة الخطاب الذي نجهه لليه خطاب على حسب الإمكانياته لما نفوقش إمكانياته لليه لانه رابع من نتيحون سللي البكرات قدر كون عليقين وحليك وراق يقولك أنا اعيه ما بيتم تارتحمي واحد العام للعام و العامين ووقعت الناس وقعته ليه كان اعيه انه كان اعيه لانت اقول ليه وليك راعيها لانه كلفتي فوق تقتب وخلصا لما جيبه تلك التالي بغيتي وكان هوتي تحمي المسؤوليتهم لا يجب هذه الأشياء مثل ما تخلي كل زنجينة من تعمشي ويزن بأس ويستعد ويجب أدري كي مجموعة هذه الأشياء تداره ونحيضونا هذه الفكرة لفكه ما فيها ولو. انت باش ما عمرتها سك عمرتي ما فيها وانت لا أعرفتش نديره لك وعمرت فيها راتي يجيب الله يجيب الله حسنا التجارب لديتها لدازهم الكلية وتلشيه وعطاه نتائج رائعة تتبقى على الأمر الذي يبقى على الطالب سفة عامل والميول دياله كما قلت هو التوجيه باش ما توجيه هلوه دكشل تيبغيه لمرتح ليه ما نوجيوش على حسب قوليه احنا فهمت يقولوا دبت انا رقيت على الناس تقولك انا بغيتوا ديلة ميد سيما وجيش يدير ديلة فارماسي قلت لي علاش قلت لي كذلك موكلاش الخبز دبال الأم تتدوي أم وامو ديالة ديالة مدراسة دونك هنا باش تعرفي التفكير واشهل الخبز هو اللي كين شوفيه هو الجانب النفسي راح تتوجيه ديال الناس لالناس يدير توجيه تنشو بعد القدرات دياله هو اشناي الميولات الميهنية دياله فين يقدر يعطيه لانه لك انتم ما راح ما نضعوش فيه واليه ما يضعوش فيه الأم ما ما يضعوش فيه العالم ما يضع فيه يقدر يديلنا شي حاجة قاعدة مدراسة شي حاجة أي يبدع في المجال دياله يوصل لساته كومي الفور دوك الناس يطرحموه ويطرحموه على اللي قرأو اللي ربه دوك هده هده وقا بسط حويش قاعدة دوك إلا وجهنا احنا توجيه بدك شل تيبغى سبحان الله راتين تشفيه دباش حل شحام واحد ضعنا فيه شحام واحد ضيع في المسوق ضيعها في أسرته ضيعها في الأمة ضيعها في العالم وتبصر واحد دورك تتوفى وقاعدة شي اللي عنده يدفنه معنا في القبر ويضعهم الكنزجاليك الحقيقية غير يدفونه في القبر مع الناس اعلان اعلان كنشكرك سي حسان على هذه المعلومات صراحة القيمة مرحبا مرحبا شكرا 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 البشرة نقطة اللي هي أساسيال انها قبل الامتحان وبعد الامتحان هذه واجهت مايرظ ليوم بالإنسان ويمشيترون كل الان انشاء الله ويدوز الأمر بسلام حسان وأول إضافة التي تكون هو أنت مننا ووليدتنا التوفيق وربنيتنا التوفيق أنت مننا والأبا والأمات ثمين نقصروا شيئا من طاوت وإن شاء الله يكون خير قاعدة في حالة إلى الولد عاود دورة استدراكين عاودوا نقفوا مع أكثر وأكثر كنشي حاجة استسمع لنا مرحبا عاودوا نديرو حواج خريل الأبا والأمات ما كنت إشكال واهدار عارف إنه عليك السحاسة ما كنت إشكال عاودوا نديرو أنت كنتي والمبادل أول ما كنت إشكال تقاسموا أنه وصلوا الناس اللي هنا يتقاسموا مع الأحباب ديالهم هذا الشيء تالما دابا ما خدمش يخدم مرافة دورة استدراكية خدم العام الجاي وغادين وإحنا إن شاء الله نتمنى التوفيق للجميع واللي حاضرين معنا وشكرا على وقتكم وتباك الله عليكم أستيسمعين الله يبارك فيه كنتشكرك أستيحة سعادن بزاف وزاف على هذا اللقطة اللي أعطينا وعلى هذا الوصفة الصراحة اللي هي صراحة محتاجين لأمهات والأباء بصفة عامة والناس لهم سيبتوا دابا الجائحة ديالكورونا زادت على جاني من نفسي بزاف وانتمنوا يتغلبوا على المؤتلات الخارجية والتوطر إن شاء الله كنشكروا كذلك المتدبعين عبر الفيسبوك وعبر الزوم نحضروا معنا مع الإخوان شعب الفتاح مرحبا كيشكر رسي حسان إن شاء الله بحول الله نديروا ورشة أخرى رب الله يعني في المجال ديال التفوق الدراسي وانت لم تخصش في المجال الحمد لله وهذا يشهد به الجامعة يعني ما كنقولش غير أنا يعني على السعيد المغربي الإنسان المتخصص في المجال خاصك هو اللي تمشي عنده هو اللي برقود وديال كان شكرك مرة تانية تلسي حسان وفنشكره إخونا في المنصة ونضرب لهم موعدا في الورشة المقبلة إن شاء الله بحول الله مع موضوع آخر رحبا الله يكرمك سيحسان الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك الله يكرمك شكرا لكم مزح نشكر للإخوان المتذبعين عبر الفيسبوك وفي ذلك اللي حضروا معنا في القاعة الصوتية وإن شاء الله ننتقي في الأسبوع الماجي أو للقادم في خلال موضوع آخر إن شاء الله شكرا لكم شكرا لكم